ناومي كان بالتختتم اسبوع الموضة بدبي أختي مسبوع الموضة بدبي ليلة مبارح فهالموسم شهد على عروض كثيرة ومتنوعة وآخرها كان عرض دار ريزمان روزيني يلي أول مرة بيشارك بها الحدث بس طبعاً الجراند فنالي كانت بمشاركة السوبر موضل نايومي كامبل يلي كانت مفاجأة اختتامها العرض وسحرت الكل بأسلوبها الخاصة اللي انعرفت فيه من بدايتها بمسيرتها وبهاليوم عرضوا مجمعاتهم الجديدة لربع وصيف الفين واربع وعشرين فهالكولكشن اشتغلوا عليها لمدة شهرين وكل قطعة فيها بتتميز بأصدها وبالشك والتطريز بأشكال مختلفة والحلو أن عرض ريزمان روزيني حضروا مايكل سينكو وكان أعد بالفرنت رو وقبلها العرض فهو أيضاً كان عنده شو بها الليلة وقدم مجموعته الجديدة يلي مصدر إلهامها كان من إسبانيا وقدم مجموعة جديدة لكل قطعة تنوعت بتصاميمها وموديلاتها اللي جمعت بين الحلو دار الإسبانية بستايل مايكل سينكو المميز وضمتها المجموعة أيضاً برايدل درسز فشفنا أصات مختلفة للودين درسز بس طبعاً بيبقى السيجمتر تتش تبع سينكو هو الهيوج سندريلا جان يلي ختم فيه عرضه وحضر عرض مايكل سينكو مشهير دباي بلينج الباست فرنس دانيا وبراهيل بس يبدو أن دانيا كانت حط عينها على فستان معين أنا درسزززمي، حتى وانت ميزاً أحب أن أتواجه فإنها مجموعة أحب أن درسزززززمي، أحب أن تكون جميعًا الوديلات حتى في عرض إبراهيل، أنا كتحط لفلاور فشعري فنفس الستيلي ويدعي أبني